اهلا بكم طلاب الاعزاء مع حصة جديدة من حصص البس المباشر لوزارة التربية والتعلم. ان شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض باب النقل في الانسان. بدأتم في الحصة الماضية مع دكتورة صوفيا اتكلمنا عن القلب والاوعية الدموية. ان شاء الله النهاردة في حصتنا هنتكلم عن الدم. تعالوا في البداية نتعرف مع بعض هنتكلم عن جزئيات النهاردة. توضح تركيب الدم. تقارن بين قرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. توضح عليه تكوين الجلد الدموية. تستنتج وظائف الدم وتتعرف طريقة قياس ضغط الدم. حصلنا النهاردة فيها تنوع كبير. هنبدأ في الاول نعمل مراجعة سريعة على ما بدأنا الحصة الماضية. وبدأنا نتكلم عن النقل في الانسان. طبعا احنا انتهينا من النقل في النبات. وعرفنا انه كان في النباتات الاقل رقي او الاولية والنباتات الرقية. وازاي كان النباتات الرقية بتحتاج ليه اجهزة متخصصة او انسجة وعقية متخصصة وكانت اللحق والخشب. وتكلمنا عنها بالتفصيل. لكن في الانسان الموضوع هيكون اكثر تعقيد. هنتعرف مع بعض دلوقتي على الجهاز الدوري. والجهاز الدوري هو الجهاز المسؤول عن النقل في الانسان. عرفنا من الحصة الماضية ان الجهاز الدوري بتركب من القلب والاوعية الدموية والدم. بدأتم اتكلمتم في الحصة الماضية عن القلب. وعرفنا تركيب القلب. وانه هو عضو عضلي اجوف من الداخل. لانه طبعا بيمر فيه الدم. وبيحاط بغشاء التامور. طبعا لحمايته وسهولة حرقته. وبيقوم القلب او بيكون القلب حرقته عن طريق او عبارة عن انقباضات وانبساطات. زي ما احنا شايفين مع بعض في الصور اللي امامنا. انقباضات وانبساطات عبارة عن اه ليه? عشان يبدأ يضخوا الدم ويتوزع على جميع اجزاء الجسم. القلب بتكون عندي زي ما احنا شايفين من القزينين والبطينين. وعرفنا ان القزينين هما اللي بيستقبلوا الدم والبطينين هما اللي بيضخهم الدم. وتعرفنا مع بعض على الصمامات. والصمامات اللي موجودة عندي في الصمام سلاسي الشروفات. وده اللي بيكون ما بين القزين الايمن والبطين الايمن. والصمام سناء الشروفات او الميترالي. اللي بيكون ما بين القزين الايصر والبطين الايصر. وتعرفنا كمان على الصمام الرئوي. يعني عند اتصال القلب بالشريان الرئوي والصمام الاورطة او الاورتي وعند انتصال القلب بالشريان الاورتي. بعد كده بدقتم تتكلموا عن ترباط القلب واعرفنا نبض القلب وازاي ترباط القلب بتحدث. بدأنا نتكلم عن الاوعية الدموية. واعرفنا مع بعض ان الاوعية الدموية عبارة عن الاوردة والشريان وما بينهم الشعيرات الدموية الوريد بينتهي بوريدات والشريان بينتهي بشريانات واللي تنبي يكونولي عندي الشعيرات الدموية اللي بيكون سمكها ضقيق جدا جدا علشان يحدث من خلالها تبادل الغازات او المواد الغذائية. عرفنا مع بعض او عملنا مقارنة ما بين الشريان والوريد والشعيرات الدموية عرفنا ان الشرايين بتكون اكثر سمك من الاوردة ليه? لان طبعا الشرايين بتنقل الدم من القلب لجميع اجزاء الجسم وبيكون الدم فيها مؤكسج مع عدد شريان الرئوي. لو شفنا الاوردة كانت اقل طنق من الشرايين لانها بتستقبل اقصد بتنقل الدم من جميع اجزاء الجسم الى القلب وبيكون الدم فيها غير مؤكسج في معادة من الاوردة الرئوية الاربع والشعيرات الدموية قلنا انها هنا بتكون بتستقبل الدم او بتبدأ من اه دم مؤكسج في الشريانات معادة الشريانات اللي داخل الرئة ودم غير مؤكسج في الوريدات معادة الوريدات اللي داخل الرئة. وعرفنا مع بعض الاوردة ما بين الشرايين والاوردة والشعيرات الدموية. النهاردة في حصتنا هنبدأ نتكلم عن الدم. وهو الجزء الثالث من اجزاء الجهاز الدوري. تكلمنا عن القلب والاوعية الدموية. النهاردة هنتكلم عن الدم. طيب الدم عبارة عن ايه? الدم بيكون عندي بيتكون من البلازمة. وخلايا او قريات الدم الحمراء. خلايا او قريات الدم البيضاء. والصفائح الدموية. لو جينا نشوف مع بعض الدم هو الوسط الاساسي اللي بيتم فيه عملية النقل. لونه بيكون احمر لذب. والبي اتش او القس الهايدروجيني ليه بيكون سبعة واربعة من عشرة. يعني بيكون قلوي ضعيف. اه حجم الدم بيكون من خمسة الى اه ستة لتر. وعبارة عن اه الدم طبعا عبارة عن نسيج ضام سائل يتركب زي ما قلنا من البلازمة. خلايا او قريات الدم الحمراء. خلايا او قريات الدم البيضاء. وفيه كمان عندنا الصفائح الدموية. هنبدأ نتكلم عن كل حاجة منهم بالتفصيل. واول حاجة هنتكلم عنها هي البلازمة. ايه هي البلازمة? البلازمة هي المادة الخلالية في الدم. وبتمثل اربعة وخمسين في المية من حجم الدم. طيب بتتكون من ايه? بتتكون من المية. والمية هنا في البلازمة بتمثل تسعين في المية من حجم البلازمة. بيكون فيه في البلازمة املاح غير عضوية زي اه املاح السوديوم او اينات السوديوم والكالسيوم والكلور والبيكاربونات. وجمعها بتمثل واحد في المية. فيه بروتينات زي اه الالبيومين والجلوبيولين والفبرينوجين. ودول بيمثله سبعة في المية. فيه مواد اخرى بقول برضو موجودة مع نا في البلازمة. ودي بتمثل اتنين في المية. اه زي نواد جلهاطن من سكريات واحماض امينية هيرمونات انزيمات اجسام مضادة فضلات ويرد. يبقى البلازمة هي المادة الخلالية في الدم. اه بتمثل اربعة وخمسين في المية من حجم الدم. وقسناها المية بتسعين في المية. املاحة غروعة طوية واحد في المية. بروتينات سبعة في المية. ومواد اخرى اتنين في المية. ده بالنسبة للبلازمة. طيب. تانيا جزء كان عندنا في الدم هي كريات الدم الحمراء. لو جينا نشوف يعني سواء كريات الدم الحمراء البيضاء الصفائح الدموية. فكل حاجة منهم هنعرف مع بعض العدد. الوصف والمنشأ بتاعها. وكمان لما بيحصل لها تهالك بيت بتروح فين او بيكون مكانها فين. اول حاجة لو جينا نشوف في كريات الدم الحمراء او الار بي سي اس بيكون عددها آآ بيصل او هي اقصر خلايا الدم انتشارا في الدم. آآ بتكون عددها مختلف من الرجل البالغ والانسة البالغة. في الرجل من اربعة لخمسة مليون خلية لكل ملي متر مكعب من الدم. طبعا رقم ضخم جدا. في الانسة بتبقى من اربعة لاربعة ونصف مليون خلية لكل ملي متر مكعب من الدم. بتكون عبارة زي ما احنا شايفين عن كريات مستديرة الشك مكعرة من الوجهين. منشأ كريات الدم الحمراء من داخل نخاع العزام واللي بتكون او بتتكون مليون مية مليون كرية دم حمراء في كل دقيقة لتحل محل الاخرى القديمة. يعني بيحصل لها تهالك. طيب ويبقى متوسط عمرها قد ايه? لا يزيد عن اربع اشهر. بتقضيها طبعا مرور داخل الدورة الدموية. بتمرها مية اتنين وسبعين الف مرة. آآ بيحصل لها تكسير او تهالك. وبتتكسر بعد انتهاء عمرها. طبعا فين الكلام ده هيكون فيه الكابت والطحال ونخاع العظم. بتتركب من خلايا بتكون عزيمة الانوية. بتحتوي على كميات كبيرة من الهيموجلوبين. وطبعا احنا عارفين ان الهيموجلوبين هو اللي بيدي اللون الاحمر للدم والهيموجلوبين ده بروتين او بيتكون من الهيم اللي هو الحديد وجلوبين اللي هو الجروتين. يبقى الايه اللي بيدي قريات الدم الحمراء لونها المميز اللون الاحمر للدم هو طبعا وجود الهيموجلوبين واللي بيكون ليه دور مهم جدا في جسمنا وبيكون نسبته او تركيزه في الدم مؤشر لمرض الانوية. طيب بالنسبة لقريات الدم الحمراء ايه وظفتها? اول حاجة ان هي بتنقل ايه? بتنقل الاكسوجين من الرأتين لكافة انحاء الجسم. بتنقل ايضا ثاني اكسيد الكربون من كافة انحاء الجسم للرأتين. ليه في الرأتين? لو لاحظنا الرأتين لانها طبعا هي الوسيط اللي بيتم فيه او المكان اللي بيتم فيه تباتل الغازات ما بين الاكسوجين والثاني اكسيد الكربون. الجسم محتاج الاكسوجين فقرات الدم الحمراء تبدأ اهدن الى الاكسوجين من الرأتين عشان توزعه على كل الجسم. وتنقل ثاني اكسيد الكربون بالتالي من كل انحاء الجسم او من كل خلايا الجسم وتوديها للرأتين عشان نتخلص منها في هواء الزفين. طيب تعالوا نتعرف مع بعض. الهيموجلوبين احنا قلنا هو المسؤول عندك. طيب ازاي? الهيموجلوبين لو اتحد مع ثاني اكسيد الكربون في الرأتين بيتحول ليه مادة اسمها كاربمينوهيموجلوبين. طيب لو تخلى عن ثاني اكسيد الكربون في الرأتين بيتحول ليه؟ هيموجلوبين. يبقى الهيموجلوبين. ارتحد مع ثاني اكسيد الكربون هيتحول للكاربمينوهيموجلوبين. لو تخلى عنه هيتحول ليهيموجلوبين. طيب لو اتحد بالاكسوجين تعالوا نشوف مع بعض. لو اتحد بالاكسوجين هيتحول ليه الاكسيهيموجلوبين. ولو تخلى عن الهيموجلوبين أو الأكسجين نقصد هيتحول لهيموجلوبين. يبقى الهيموجلوبين اتحد مع ثاني أكسيد الكربون يبقى اسمه كاربومين وهيموجلوبين. اتحد مع الأكسجين هيبقى اسمه اكسي هيموجلوبين. طب تعالوا كده نشوف مع بعض السؤال ده. في اي الاماكن التالية يتحول الهيموجلوبين الى اكسي هيموجلوبين? اعتقد انتو خلاص كتبتوها في الشات. ممتازين طبعا. هل القلب، الكليتين، الكبد، الرأتين؟ إلا أنتم ممتازين، أنا عارفة أنتم عرفتوها طبعاً الرأتين، إحنا لسا قيلين أن بيتم عملية تباتل الغازات فين؟ في الرأتين عن طريق الهيموجلوبين، أنه هو يدرك ثاني أكسيد الكربون في الرأتين أو يحصل عليه من خلايا الجسم ويوديه للرأتين وفيه، أنه هو يأخذ من الرأتين الأكسوجين ويتحاول الأكسي هيموجلوبين واللي يبدأ يوصلوا لجميع خلايا الجسم طيب، تالت جزء معاية أو تالت عضيات معاية من الدم هي قريات الدم البيضاء زي ما اتفقنا هنعرف العدد، عدد قريات الدم البيضاء بيكون سبع تلاف قريات دم بيضاء لكل مليمتر مكعب، وطبعاً إحنا عرفين أن قريات الدم البيضاء من الجهاز المناع في الجسم، يبقى إذن لو حصل أن في أي مرض الجسم أصاب بأي مرض فهيكون عددها بيزيد في الفترة دي، بتكون عبارة عن قريات عديمة اللون ليس لها شكل خاص، منشأها بيكون نخاع العظام والطحال والجهاز اللينفاوي ومتوسط عمرها بيكون من تلتاشر إلى عشرين يوم، وظيفة قريات الدم البيضاء زي ما قلنا مع بعض بتكون أو بتوجد عدة أنواع منها، وكل نوع ليه وظيفة خاصة لها دور أساسي في اتفاع عن الجسم، وطبعاً بتتميز قريات الدم البيضاء إنها بيكون فيها أنوية زي ما شفناها مع بعض في الصورة الصورة، طيب تعالوا نشوف وظيفة قريات الدم البيضاء حسب الدور اللي هتقوم بيه، أول حاجة عندي ليها دور في مهاجمة الميكروبات اللي بتصيب الجسم بتبدأ تحيط بيها وتبتلعها زي ما عرفنا مع بعض، كمان بتعمل على تعطيل المواد الغريبة اللي بتقوم الميكروبات بإنتاجها في الدم أو بأنها تكون موجودة عندي فيه الدم، إبعاد الخلايا المييدة وكذلك الفطلات الأخرى، إنتاج الأجسام المضادة عن طريق أنواع ممينة من كريات الدم البيضاء، يبقى أنا عندي كريات الدم البيضاء، عندي ليها أكتر من وظيفة، لكن الأساس هنا طبعاً هي إنها بتهاجم الميكروبات، بتعطل المواد الغريبة، بتبعد الخلايا المييدة، أيضاً بتنتج الأجسام المضادة عن طريق أنواع معينة منها في الدم. رابع حاجة معنا وهي الصفائح الدموية، عددها 250 ألف لكل مليمتر مكعب من الدم، بتكون عبارة عن جسيمات صغيرة غير خلاوية، بيبلغ ربع أو الحجم بيبلغ ربع حجم القرية الحمراء، والمنشأة هنا بتنشأ من نخاع العزام، لو لاحظنا سوى قريات الدم الحمراء، البيضاء، الصفائح الدموية، منشأها من نخاع العزام، ومتوسط عمرها بيكون عشر أيام تقريباً عشان بتتجدد بصورة مستمرة، ووظيفتها إنها بتقوم بدور هام في عملية تجلط الدم بعد الجروح وهنا ناخد بالنا مش المقصود بها الجلطات اللي بتصيب القلب أو بتسبب أو هي بتسبب تصلب الشرايين لأنا هنا بتكلم عن حاجة تانية اسمها تغلط الدم ودي عملية طبيعية بتحصل في الدم نتيجة جرح أو هنعرف أسبابها دلوقتي يعني حضرتك تم إصابتك بجرح أو قطع أو خدش في الجل طيب الدم ده عشان نوقف النزيف عملية تلقائية بتحصل سبحان الله بيبدأ يحصل تغلط للدم ده عشان يوقف النزيف طيب تعالوا نعمل الأول مقارنة بين قريات الدم الحمراء والبيضاء والصفاقة الدموية بعدها نرجع نتكلم عن الجلطة الدموية أول حاجة جاي ما قلنا مع بعض المنشأ فيه قريات الدم الحمراء كان المنشأ منين؟ من نخاع العظام طيب في قريات الدم البيضاء المنشأ من آآ من آآ من النخاع العظام والطحال والجهاز اللي مفاوي الصفاقة الدموية من النخاع العظام يبقى إذا النخاع العظام أساسي معايا في منشأ الثلاث قريات دم حمراء وبيضاء والصفاقة الدماء الوصف في قريات الدم الحمراء بتكون مستديرة مقعارض الوجهين آآ في قريات الدم البيضاء ليس لها شكل آآ محدد في الصفاقة الدموية بتكون آآ جسيمات صغيرة غير خلوية العدد في قريات الدم الحمراء في الرجل البالغ من اربعة لخمسة مليون خلية في الانسة البالغة من اربعة لاربعة ونصف مليون خلية قريات الدم البيضاء بتصل لسبع تلاف خلية بتزيد في وقت المرض والصفائح الدموية بتكون 250 الف خلايا. عمر او متوسط عمر قريات الدم الحمراء لا يزيد عن اربع اشهر. البيضاء بتعيش بعض انواعها من من 13 ل 20 يوم في الصفائح الدموية بتصل لي عشر ايام تقرير. وظيفة قريات الدم الحمراء نقل الاكسجين من للخلايا ونقل لسان اكسيد الكربون من خلايا الجسم للرقاتين. لكن قريات الدم البيضاء الاساسي هي الدفاع عن الجسد. الصفائح الدموية تغلطوا الدم بعد الجروح. لون قريات الدم الحمراء هي احمر الوجود اللي مجلبين بها. القريات الدم البيضاء عدمية اللون والنواة موجودة في قريات الدم البيضاء وغير موجودة في قريات الدم الحمراء. طيب تعالوا بقى نرجع تاني للوظيفة الأساسية للصفائح الدموية وقلنا هي تكوين الجلطات الدموية طيب بتاعته سئمتك الجلطات الدموية زي ما احنا شايفين ده وعاء دموي في محتوياته مجرد ما يبدأ يحصل عندي قطع أو جرح فيه ويتعرض هنا في خلايا الدم للهوى يبدأ يتكون حاجة اسمها الجلطة الدموية عشان توقف عملية النزيف اللي بتحصل عندي هنا يبقى هي مهمة جدا ليه عشان تحمي الدم من النزيف وعدم فقط كميات كبيرة من الدم ومما يؤدي طبعا فيه لو حصل نزيف حاد ممكن يؤدي ليه الوفاة وهنا ده دور جلطة الدموية انها بتحدث عند حدوث قطعة أو تمزق في الأوعية الدموية طيب ايه اسباب حدوثها زي ما قلنا تعرض الدم للهوى أو حدوث احتكاة ما بين الدم بسطحة خشن زي الأوعية والخلايا الممزقة الموجودة فيه تعالوا نتعرف مع بعض على آلية تكوين الجلطة الدموية ازاي بتتكون الجلطة الدموية اول حاجة عندي في تكوين الجلطة الدموية هي ان بيبدأ يحصل عندي زي ما احنا شايفين مع بعض اولا حصل قطع او حصل جرح في الجلط فبيبدأ ان الصفاقة الدموية تتحد مع الخلايا التالفة او الخلايا المحطمة مع وجود عوامل التجلط هيتكون عندي بروتين اسمه الثرومبوبلاستين يبقى الصفاقة الدموية في وجود خلايا تالفة وعوامل التضلط يتكون عندي الثرومبوبلاستين طيب السرومبوبلاستين يعمل ايه؟ السرومبوبلاستين في وجود اينات الكالسيوم وعوامل التضلط بيبدأ يحول عندي بروتين بيفرزه الكابت يعني هو بروتين بشكله طبيعي موجود بيفرزه الكابت بمساعدة فيتامين كي وبيصده في الدم اسمه البروثرومبين يبقى دور السرومبوبلاستين مع الكالسيوم وعوامل التضلط انها تحول البروثرومبين الى السرومبين وهو نشط. هيبدأ عندي يحول الفبرينوجين وده بروتين بيكون زائب في البلازمة بتاعت الدم لفبرين وهو بروتين غير زائب ويبدأ يترصب الفبرين ده على شكل خيوط متشابكة وتتجمع فيها خلايا الدم وبكده يتكون الجلطة وتبدأ تسد الوعاء الدموي علشان توقف عملية النزيف. الآن تاني قليل تكوين الجلطة الدموية عشان مهمة جدا. مجرد ما تعرض الدم للهوى او حصل جرح بتبدأ الصفاحة الدموية تتجمع بسرعة في المكان ده مع الخلايا التالفة نتيجة للقطع مع عوامل التغلق ويبدأ يتكون عندي بروتين السرومبوبلاستين اللي يحول لي في وجود الكالسيم وعامل التغلق البروثرومبين لثرومبين انزيم نشط. الثرومبين يحول الفبرينوجين وده بروتين بيكون زائب في بلازمة دم. ليه فبرين بروتين غير زائب علشان يقدر بعد كده يسد عندي ويتكون عندي قفل او يقفل مكان فتح الجلطة الدموية. طيب ايه شروط عدم تغلط الدم? ازاي يوقف عدم او عدم يحصل عدم تغلط فيه الدم. اول حاجة ان يكون الدم بيسر بصورة طبيعية داخل الاوعية الدموية دون اي يعني ماشي بسلاسة داخل الاوعية الدموية. ثاني حاجة ان الصفاقح الدموية تكون بتمشي بسهولة داخل الاوعية الدموية. يعني ما بيحصلش بيها اي تفتت. واخر حاجة وجود مادة الهيبارين. ودي مادة بيفرزها الكبد. واللي بتمنع تحويل البرسرومبين الى سرومبين. نلاحظ مع بعض. احنا قلنا من شوية ان في عندي البرسرومبين بيفرزها الكبد وده بروتين. وقلنا ان الهيبارين دلوقتي برضو بيفرزوا الكبد. وده اللي بيمنع تحويل البرسرومبين الى سرومبين. دا ان انا عارفة مادام السرومبين ما تكونش يبقى مش هيحصل تغلط. لأن السرومبين هو اللي بيحول الفيبرينوجين الغير زائب أي أقصد معلش الزائب في البلازما الدم إلى الفيبرين البروتين الغير زائب وكده يتكون القلب يبقى وجود الهيبارين هيمنع تحويل البروسرومبين لسرومبين وبالتالي يوقف تغلط الدم تعالوا كده نحل السؤال ده مع بعض أي المواد التالية يفرضها الكابت في الدم هل الفيبرين والهيبارين أم البروسرومبين والهيبارين أم البروسرومبين والسرومبوبلاستين أم الفيبرين والفيبرينوجين احنا لسه قلنا من شوية الكابت قلنا بيفرض مين نفتكت ده مع بعض تمام قلنا بيفرض البروسرومبين والهيبارين وده ليهم دور مهم جدا وعرفنا أن البروسرومبين بيتحول لي السرومبين عن طريق السرومبوبلاستين والسيرومبين يحول الفبرينجين الزائب ليه فبرينغير زائب وكده يكون عملنا تغلط في الدم طب مين اللي يوقف العملية دي؟ طبعا الهيبارين اللي أيضا بيفرز من الكبر طيب إحنا كده عرفنا مكونات الدم اتعرفنا على الدم وعرفنا مع بعض إزاي بيحصل الجلطة الدموية طيب تعالوا دلوقتي نتنقل لجزئية جديدة وهي وظائف الدم النهاردة أنا هقول وظائف الدم يبقى أنا هتكلم على كل اللي بدأناه هتكلم على قريات الدم الحمراء ووظائفها هتكلم على قريات الدم البيضاء ووظائفها الصفائح الدموية البلاء أزمة كل دول وظيفتهم كانت إيه؟ طبعا هيكون هي وظائف الدم أول حاجة في وظائف الدم طيب هينقل إيه؟ هينقل المواد الغذائية المهضومة هينقل الهرمونات هينقل بعض الإنزيمات النشطة أو الخملة هينقل أيضا مواد ميدروجينية إخراجية بواسطة البلازم كل ده عن طريق البلازم كمان هينقل الأكسجين وساني أكسيد الكربون بواسطة قريات الدم الحمراء زي ما وضحناها مع بعض والتبادل الغازي ياخد الأكسجين من الرأتين يودي الخلايا الجسم وياخد ثاني أكسيد الكربون من الخلايا ويودي الرأتين للتخلص منه يبقى أول وصيفة مهمة في الدم هي النقل وعرفنا بين السواء مواد غذائية هرمونات إنزيمات أيضا مواد إخراجية أكسجين ساني أكسيد الكربون يعني عن طريق الدم بيتم نقل جميع المكونات الموجودة عندي في الدم كمان الدم ليه وظيفة مهمة جدا وهي التنظيم طيب هينظم إيه؟ هينظم عمليات التحول الغذائي أو عمليات القيد اللي بتتم في خلايا الجسم هينظم درجة حرارة الجسم إحنا عارفيني أن درجة حرارة الجسم سبعة وتلاتين درجة مقوية فالدم ليه دور مهم جدا بأن درجة الحرارة دي تكون سبتة أو منتظمة عند سبعة وتلاتين درجة مقوية كمان هينظم للبيئة الداخلية للجسم زي الحالة الإسموزية كمية المية درجة الحموضة في الأنسل وظيف إيه تانية للدم؟ حماية طيب أسمعكوا كده بتقولولي ولا اكتبوها في الشات حماية يبقى مين المسؤول عن الحماية؟ طبعا أنا عندي كريات الدم البيضاء واللي كان لها دور في مهاجمة الميكروبات وأي جسم هريب هيدخل الجسم يبقى حماية إن الجسم أو حماية الجسم من غاز وأي جرسيم أو كائنات تسبب الأمراض لوجود مين طبعا كريات الدم البيضاء كمان بحماية الدم من عملية النزم بمساعدة الصفائح الدموية واللي ليها دور مهم في تكوين الجلطات الدموية يبقى وظيف الدم مهمة جدا زي ما قلنا نقل هينقل ايه؟ هينقل كل حاجة سواء مواد إخراجية سواء مواد غزائية مهضومة سواء أكسجين ساني أكسيد كربون بينظم بينظم عمليات حيوية درجة حرارة الجسم البئة الداخلية للجسم هيحمي هيحمي الجسم من الميكروبات من الجرسيم أي مواد أو جائنات غريبة تدخل للجسم عشان موجودة عندي كرات الدم البيضاء وهي أساسية من الجهاز المناعي واللي هندرسها مع الجهاز اللي هنفاوي إن شاء الله في الحصة القادمة وهنعرف إزاي بيحمول الجسم من أي ميكروبات كمان حماية الجسم إن هو يحصل له نزيف عن طريق وجود الصفائح الدموية اللي بتكون لي الجلطات الدموية طيب بعد وظائف الدم تعالوا نتعرف على ضغط الدم تيجي تسمع كده حد قريبا تيقول لك أنا ضغط الدم النهاردة مرتفع لأ حاة تاني يقول لي لأ ده أنا طبيع دي ضغط الدم منخفض طيب يعني إيه ضغط الدم أساسا إيه اللي بيسبب ضغط الدم لو جينا نشوف مع بعض إحنا عارفين إن الدم بتحرك فين بيتحرك في الشرايين بيتحرك في الأوردة بيتحرك في الشعيرات الدموية يعني في الأوعية الدموية عن طريق إيه عن طريق نبض القلب كل ما يحصل نبضه في القلب ضغط الدم طيب الدم ده هيدخ فين هيدخ في الشرايين والأوردة إحنا عارفين إن حجم الشرايين والأوردة بيكون أقصر التساعد كتير من الشعيرات الدموية فبتبدأ تمر فيها أو يمر فيها في الشرايين والأوردة الدم بسهولة لكن لما يوصل للشعيرات الدموية إيه اللي بيحصلوا؟ هنا الصعوبة بيكون هنا الدم بيما قدرش يمر بسهولة في الشعيرات الدموية بسبب مقاومتها للسائل ده لإن إحنا زي ما قلنا الدم سائل لذج كثيف فيكون في صعوبة في حرقته داخل الشعيرات الدموية وده اللي بيسبب ضغط الدم طيب تعالوا نعرف الفرق بين ضغط الدم المرتفع وضغط الدم المنخف لو بينا نشوف مع بعض ارتفاع ضغط الدم ده بيتم إمتى؟ بيتم أو بيكون عند انقباض البطاينين وبيكون أعلى ما يمكن في الشرايين القريبة من القلب حتى نلاحظ والدكتور بيقس ضغط الدم لازم بيكون معاستماعة عشان يقدر يسمع بيها نضي القلب وبيقدر يحدد قمد عملية انقباض البطاينين عشان يقيس بارتفاع ضغط الدم لكن انقفاض ضغط الدم بيكون عند انبساط البطاينين وبيقل كل ما ابتعدنا عن الشرايين القريبة من القلب يعني عكس اللي بيحصل في ضغط الدم المرتفع في ضغط الدم المنخفض بيقل كل ما بنبعد عن الشرايين القريبة من القلب لغاية ما نوصل لأدنى معدل في الشعيرات الدموية والأوردة عشرة مليمتر الزئبق وده طبعا نتيجة لرجوع الدم في الأوردة وبيعتمد على السمامات اللي بيكون موجودة فيها والعضلات اللي بتحيط بتلك الأوردة طيب ايه الجهاز اللي بيقيسه بضغط الدم؟ الجهاز هو اسمه الجهاز الزئبق طيب معدل ضغط الدم اللي بنقيسه ازاي؟ بيكون عندي معدل قراءة ضغط الدم للشخص الطبيعي 120 على 80 مليمتر زئبق يعني ايه 120؟ ده الرقم اللي بيدل على ضغط الدم عند انقباض البطاينين وبيكون هو الرقم العلوي والتمانين بيكون الرقم السفلي عند ارتخاء البطاينين او انبساطهم وبيكون فيه بيدل فيه ضغط الدم عند انبساط البطاينين طيب الجهاز الزئبقي بيقولنا ان هو بنستخدمه كجهاز ليه قياس ضغط الدم بيتركب من ايه؟ زي ما احنا شايفين شكله بيتركب من أنبوبة زئبقية وبيكون فيه لوحة رقمية عليها تدريب فكرة عمله ازاي بيكون بيتم معرفة هنا ضغط الدم حسب ارتفاع الزئبق لان احنا اتفقنا هنا في زي ما احنا شايفين اللون ده بيكون زئبق زي ما احنا شايفين بدأ يرتفع معايا ارتفاع الزئبق ده بيكون هو هنا مؤشر معايا على القراءة اللي بيتم اخذها بعد كده يبقى بيتم بقياس ضغط الدم حسب ارتفاع الزئبق فيه الانبوبة وبنستدل منه على الرقم الموجود على الوحة بيبدأ الطبيب هنا يسمع او يستمع ليه السماعة او يستمع لنبض القلب بالسماعة و لما بيسمع صوت النب بيتم تحديد رقم الدل على انقباط البطاينين و عند اختفاء الصوت بالنب بيبدأ تحديد رقم الدل على انبساط البطاينين فمن خلال السماعة بيقدر الطبيب يحدد امتة انقباط البطاينين و امتة بيحدث انبساط البطاينين ارتفاع ضغط الدم بيكون حاصل بشكل تدريجي ومؤشر طبعا لان حالة المريض سواء ارتفاع ضغط الدم سواء انقفاض ضغط الدم الحالتين حالات مرضية طبعا وبيكون لها لازم متابعة مع الطبيب لازم يكون حضرتك بتاخد الكراءة دي على فترات مناسبة الطبيب بيحددها ليك علشان تحدد هل انك شخص فعلا مريض بضغط الدم ولا ممكن تكون حالة عرضية وبيتاخد بعد كده طبعا لو مريض العلاج الخاص بي. كده طلابي الاعزاء احنا وصلنا لاخر حصتنا النهاردة ان شاء الله اتكلمنا عن موضوع مهم جدا اتكلمنا عن الدم ومكونات الدم عرفنا مع بعض بعد كده وظائف الدم عرفنا اهمية الجلطة الدموية وتعرفنا مع بعض في النهاية على ضغط الدم وازاي افرق ما بين ضغط الدم المرتفع وضغط الدم المنخفضة. اه معاكم دلوقتي على الشاشة هيكون لأسئلة فورم بسيطة ولينك الفورم هيكون مع حضرتكم في الشات تقدروا ترجعوله في اي وقت ان شاء الله وفي انتظار دايما اسئلتكم واستفساركم. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الاسئلة دي ونحلها مع بعض كتطبيق على حصتنا النهاردة اول سؤال بيقول لحضرتك اي الاشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين معدل ضغط الدم وعدد ضربات القلب بعد الاستيقاظ من النوم. هل اه الشكل الف وبيكون هنا عدد ضربات القلب او الاشكال الالف وبيه وجيه مدال بتوضح لي عدد ضربات القلب ومعدل ضغط الدم. انا هنا بيسألني على العلاقة بين معدل ضغط الدم وعدد ضربات القلب بعد الاستيقاظ من النوم. طيب حضرتك بعد الاستيقاظ من النوم يعني في حالة ايه? هيكون في حالة راحة. طيب هيكون ايه اللي حاصل عندي? هل هيكون سابق بالشكل ده? لأ. انا باقي انا كن في حالة استيقاظي يعني بدأت اقوم. طيب يبقى المفروض عندي الايجابة رقم ايه? نكتوب في الشات. تمام? ممتازين. طبعا هيكون هنا هي الشكل به اللي بيعبر عندي عن العلاقة بين معدل ضغط الدم ودربات القلب بعد الاستيقاظ من النوم. شوف سؤال اخر مع بعض. الدم الذي يصل الى المخ يترك القلب منه. هل الاوزين الايصر? الاوزين الايمن? البطين الايصر? البطين الايمن? طب مبدئيا كده. هو بيقول لي يترك القلب. هو اصلا اي حاجة بتخرج من القلب هتبقى خارجة من الاوزين ولا من البطين? ها? نكتب على الشات. ممتازين طبعا من البطين. احنا عارفنا. ان الاوزينين استقبال البطينين هم اللي بيخرقهم. طيب انا هنا بيقول لي الدم الذي يصل للمخ لخلايا المخ. يعني هيكون دم مؤكسج ولا دم للمؤكسج? طبعا مؤكسج. وصل لخلايا المخ. طيب يبقى هيخرج منين? من اللي هيقرجه لي? شريان الاورت هو اللي هيبدأ يوزع على كل خلايا الجسم. طب شريان الاورت بيخرج منين طبعا? بيخرج عندي من البطين الايصر. لبقى اذا الاجابة الصحيحة هي البطين الايصر. سؤال اخر اي الصمامات التالية يسمح بمرور الدم الى البطين الايصر? طيب البطين الايصر فيه الصمام مين? احنا قلناها اول الحصة. طبعا الصمام صنائي الشروفات. بيفصل ما بين البطين الايصر والازين الايصر. وجانب البطين الايصر والازين الايصر بيكون الدم المؤكسج. وفي البطين الايمن والازين الايمن الدم غير مؤكسج. اخر سؤال معنا عدد الاوعية الدموية الرئيسية التي تحمل مؤكسج وتخرج من القلب? نركز في السؤال تخرج من القلب هي طبعا واحد وهو عندي مين? الشريان الاورت. بكده طلاب العزاء وصلنا لنهاية حصتنا النهاردة اه اتمنى انها تكون كانت اه حصة بسيطة قدرتوا اه تفهموا فيها الدم اه قدرنا في الجزء ده نتكلم على الاوعية الدموية والقلب والدم ان شاء الله في الحصة القادمة هنبدأ نتكلم على الدورة الدموية اه التلات دورات اللي بتقوم بها الدم وهنتعرف على الجهاز اللي مفاوي اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته